محمد علي طالب في كلية الهندسة بجامعة بابل اكتشف قبل تخرجه من الجامعة طريقة جديدة لإعادة تدوير البلاستيك وتقليل مدة تحلله مستقبلا الأمر الذي دفع وزارة الصناعة والمعادن لتبني الفكرة والعمل على تنفيذها على أرض الواقع يهدف هذا البحث لتخليص أولا لتخليص البيئة من النفايات البلاستيكية والمخلفات البلاستيكية ثم بعد ذلك تحسين خصائص هذه الحبيبات لأنه نحن نعلم عند عادة تدوير المواد البلاستيكية تقلل خصائص الميكانيكية والريولوجية له الحاضنة التكنولوجية دائرة استحدثتها هيئة البحث والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن هدفها تبني البحوث والاكتشافات المهمة وتوفير الدعم الكافي للباحثين العراقيين وتدريبهم وتنفيذ أفكارهم في معامل الوزارة وجدت هذه الحاضنة التكنولوجية لرعاية هذه الشباب والأفكار ولكافة المهن ولكافة الخريجين لأنها تستقبل الأفكار وتحتضن الشباب لغرض دعمهم وإيصالهم بشكل جيد إلى فتح المشاريع الصغيرة تشهد الجامعات العراقية في السنوات الأخيرة ثورة كبيرة في البحث العلمي والدراسات العليا إذ سجلت جامعة بابل وحدها أكثر من 250 براءة اختراع خلال عام واحد الحقيقة الباحث العراقي من طلاب الكلية على مرحلة الثالث أتوسم بهم كل الخير حقيقة أشوف مهارات وإبداعات للطلبة يفرح القلب ولكن للأسف الشديد ما كدعا وعلى الرغم من افتتاح حاضنة علمية في وزارة الصناعة لاحتضان الباحثين والمكتشفين فإن الباحثين في العراق ما زالوا يتطلعون إلى دعم من الحكومة العراقية لإنتاج بحوث أكثر على حد قولهم وتجاوز عدد البحوث العلمية التي قدمتها الجامعات العراقية واعتمدت في مستوعبات سكوباس وكلاريفيت العالميين أكثر من 105 آلاف بحث علمي العدد يضع العراق في مقدمة الدول المتنافسة في هذا المجال عيسى العطواني الحرة باب الله